نروح للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللي انطلق في مارس 2022 واللي أطلق إمبارح المرحلة العشرين من قوافل ستر وعفية لأهالي قرية المعصرة وطابعها بمركز ملوي ومحافظة المين هذه المرحلة يا جمانة احنا طبعا نصلنا للمرحلة العشرين نشارك فيها 14 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمتهم لأكثر من 25 ألف مستفيد خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ حسن مصطفى عضو تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمنورنا صباح خير عليك فانا صباح نيري فانا يا أهلا بحضرتك نحن وصلنا للمرحلة العشرين نعرف إيه المستهدف في البداية من هذه المرحلة مبدئيا المستهدف من إطلاق من بودرة ستر وعفية هو الوصول للفئات الأقصر استحقاقا والحد من نسبة الفقر بشكل أقصر تأثيرا على أرض الواقع تم تقسيم المحافظات وفقا للكرة الأقصر فقرا والمحافظات المدرجة في المبادرة الرئيسية حياة كريمة الأمر اللي بيخلي فيه أثر تنموي واضح للمواطن المصري بيشعر بيه على الأرض التحالف قوته هو في كينات المشاركة بالتحالف فالنهاردة المواطن لما كان بيلاقي جمعية واحدة بتشارك لأنهاردة بيلاقي استفاف لأكتر من 30 جمعية مجتمع مدني بيقدموا خدمات متنوعة في أكتر من مجال في البعد الاجتماعي بيلاقي كينات بتهتم بسجن كريم للمواطن المصري من تأهيل المنازل في المجال الصحي بيلاقي قوافل طبية متنوعة شاملة في كافة تخصصات فيها أكتر من خبراء طبيين روش بيوصلوا للمناطق دي في الفترات سابقة في المجال الاقتصادي بيلاقي فرصة قدامه نحصل عملية تمكين اقتصادي واضح في مشروعات متنهية الصغر ومشروعات صغيرة ومتوسطة الأمر اللي بيخلي فيه تحسن ملحوظ لحياة المواطن بشكل واضح طيب أستاذ حسن في النقطة دي تحديدا يمكن إحنا القوافل بالنسبة لنا يعني معروفة إلى حد ما كانت القوافل الطبية أو القوافل اللي بتبقى معانية حتى بتأهيل المنازل لكن لو هنتكلم في الشق شق التمكين الاقتصادي إزاي ده بيحصل لو هنتكلم حتى عن المرحلة العشرين ده إزاي حصل التمكين الاقتصادي هو جزء أصيل من التمكين الاجتماعي لو تم تمكين اجتماعي فقط من غير تمكين اقتصادي بيزول الأثر مع زوال الوقت ونسبة الفقر ما تتأثرش وفقا المعدلات والمؤشرات المحلية والدولية بالضبط فقط لكن الاهتمام بالتمكين الاقتصادي من خلال حصر الحالات وحصر المزايا التنافسية للكرة والمحافظات وخلق المشروعات المتواجبة مع تلك الكرة وتلك المحافظات الأمر اللي بترتب عليه أنك بتم اختيار المشروع الصح في المكان الصح مع توفير التمويل بتضماني النتيجة وبتضماني نجاح المشروع وبتضماني استدامته النهاردة التحالو بيمول أكتر من خمسين ألف مشروع بقيمة تجاوزة مليارات يعني في الفترة وسيارة اللي فات خالي السنة اللي فاتت الأمر اللي بينعكس على حياة المعض مجرد ما وفرت دخل سابت فأنت ضمنت أن فيه تمتين اجتماعي حصل بالتبعية الأمر اللي بتلاقي فيه ناس كتير جداً ويطلع بره قوائم انتظار الفقر الأمر في المستقبل هنعكس أن معادلات الفقر تقل وكانت المؤشرات لحد عشرين عشرين معادلات الفقر في مصر بتقل بنسب متزايدة في ظل الأزمات والكوارس العالمية لابد من تكسيف العمل التنموي وتكسيف التكاتف وده دوري بيقوم بالتحالص الوطن أنه هو بيكسف العمل التنموي لتقليل نسب الفقر وفقد المؤشرات طيب عظيم هل حتك شايف أن احنا كل الخدمات في كل القطاعات اللي حتك ذكرتها دي ممكن تكون موجودة في مبادرة واحدة ولا بتقسم مبادرات مختلفة يعني ساتر وعافية متخصصة في مجال معين ندخل على تأهيل المساكن ندخل على الشق الاقتصادي أو تنكين الاقتصادي محتاجة مبادرة مستقلة هي كل مبادرة بيبقى لها هدف واضح بيخدم على بقية الاهدف الخاصة بالعمل التنموي الجزء اللي هي علاقة عندك خيرك سابق دي مبادرة بتشجع على فعل الخير بتلاقيها متلحمة مع ساتر وعافية بتلاقيها متلحمة مع كتار الخير اللي تحالف أطلقه فكل المبادرات هو هدفها الأساسي إحداث أثر تنموي يحسن من حياة المواطن اختلاف النشاط بس هو نشاط ضروري ونشاط ملح ليه احتياج على الأرض فالمبادرات كلها بتتطفق إنها بتلبي احتياج للمواطن المصري في الكرة الأكثر احتياجا اسم المبادرة مش هو الأساس أو مش هو الهدف الهدف النتائج والأثر المحقق من تنفيذ المبادرة على الأرض وده الهدف الفعلي والقيمة الأسمة اللي التحالف بيحققها على أرض الواقع ما هو عمل حوكمة للعمل التنموي ما هو خل العمل التنموي بقى أكثر شفافية وأكثر تأثيرا وأكثر تكاملا نهاردة بتلاقي استفاف لأكثر من 30 جمعية وكيان تنموي بيشتغلوا مع بعض بيشتغلوا إيد واحدة الأسعر التنموي بتاحهم بيبقى واضح نهاردة لما كنت بتنزل في قافلة أو بتنزل في مبادرة بتخدم مليون نهاردة انت بتتارجل 30 مليون بتكلفة بتزيد عن الـ 14 مليار ده ما يقدرش يعمله غير تكتل وتكاتف زي التحالف الوطني اللي تعمل أهل التنموي طيب لو أنا كلم عن ساتر وعافية تحديدا ساتر وعافية معنية هذه مبادرة مهتمة بشكل مهتمة بشكل أساسي بشكل أساسي مهتمية بتلبيط احتياجات الأسر الأكثر احتياجا لها تدخلات صحية عن طريق القوافل الطبية لها تدخلات خاصة بالدعم والتمكين الاقتصادي من خلال تمويل وتأهيل المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر خاصة في مجال الصناعة ومجال الزراعة المبادرة بيتخلى لها عدد من مبادرات منها مبادرة إزرع لتوعية الفلاحين والمتأزعة مركزة بشكل قوي جدا على تقليل فاتورة الاسترادية الأمح بنلاقي مشروعات متناهية الصغر متمثلة في رؤوس مواشي وأكشاك ومشروعات حرف يدوية للأهلين وفي مشروعات صغيرة متمثلة في المشروعات الصغيرة ومتوسطة المنتجة القائمة على الميزة التنافسية لكل محافظة التحالف بيشتغل فيها عيسات رعافية مكونة من مبادرة مبادرات أخرى كمان تحتها صغيرة يعني معنية بكذا حاجة مش فقط بالصحة أو بالتمكين الاقتصادي هي شاملة متناهية بتلبية كافة احتياجات المواطن طيب إحنا عندنا كم جماعية فن في التحالف تقريبا تقريبا تلاتين طيب إحنا على أي سيستام اختيار لأ 14 كهان اللي مشاركوا في هذه المبادرة لا هو الفكرة التحالف قائمة على فكرة الكفاءة والمشاركة فبتم الاختيار وفقا الكفاءة وفقا القدرة على المشاركة هل تخصص مثلا لها الجماعة كان لها باع في العمل؟ الكفاءة والمشاركة مفهوم الكفاءة إنه هو جماعة دي إيه الأثر التنموية الخاص بيها إيه قدرتها في التنفيذ على الأرض تقدر توصل لكام مستفيد بتفيد المستفيدين دول تاريخها إيه إيه الريكورد بتاعها على الأرض عامل إزاي الأمر اللي بيضمن إنك النهاردة عندك منتخب كبير جدا بيلعب فيه أفضل اللعيبة التنموية الموجودة على الأرض الواقع فالنتيجة المنتظرة إيه؟ نتيجة المنتظرة إن الأثر التنموي يبقى أثر متزايد وأثر عظيم وليه رؤية للمواطن هو الهدف الأساسي من كل اللي بيحصل دي صحيح هو تحسين حيات المواطن المصري فأنت النهاردة المواطن بدل ما كنت بتوصله لوحدك لا إحنا بنوصله كلنا مع بعض عشان نقدر نوصله في أسرع وقت ممكن خاصة في تزايد طبعا الأحداث والأزمات العالمية كل التجارب الدولية وكل الدول نهضت بتكاتف المجتمع المدني فيش دولة في العالم بتقدر تلبي احتياجات مواطنية الوحدة كل دول العالم بتقدر تلبي احتياجات مواطنية من خلال تكاتف المجتمع المدني والتكاتف الشخصي من الشعوب نفسها والإحساس بالمسئولية ومسئولية القطاع الخاص ودي فرصة إن أنا أوجه إن القطاع الخاص لازم يكون لي الدور ومشاركة ومسئولية مجتمعية قوية لكل الجامعيات المجتمع المدني اللي تشتغل على الأرض وبتعمل أثر قوي وواضح لتعظيم الأثر وزيادة عدد المستفدين احنا نهارده في مصر حلمنا وهدفنا نوصل ل2030 عدد الفقر يتلاشى نهارده حلمنا في مصر ان احنا كنا خلاص انطلقنا في 2020 كان معدل نموه بزيادة جدا ومعدل نسب الفقر بتقل كاتل أزمات والكوارث سواء كياهة كوفيد أو الأزمة الحرب الروسية الأوكرونية فابتدى الموضوع يحصل فيه إلى حد ما عدم توازن اللي هيخلينا نقدر نواجه عدم التوازن ده هو التحالف ما بين الكائنات المجتمع المدني تحالف القطاع الخاص ودعمه للتحالفات المجتمع المدني تحالفنا احنا كمواطنين واحساسنا بالمسئولية وقت الأزمة نحن لنا دور ودور لا يقل أهمية عن دور الدولة وعن دور المجتمع المدني نحن نبقى فيه تكاتف داخلي ونهارده هدخلين على شهر كريم فلازم التكاتف ده يتزايد التحالف النهارده بيجهز لأكبر حملة مواد غذائية يعتبر في الشرق الأوسط حتم في مصر بيستعرف أكثر من 25 مليون كرتونة مواد غذائية وده عدد عظيم ده بيبقى على مدار الشهر فنم؟ بإذن الله يعني على مدار الشهر أقصد أن هي بتبقى مثلا مرة واحدة يعني مثلا قافلة بتنزل قرية معينة بتبقى مرة واحدة ولا تبقى على مدار الشهر بتزور القرية أكثر من مرة ده بيبقى وفقا للجدول الزمني والطار الزمني العبد المستفيدين اللي بيتم توزيع عليهم يعني حسب احتياجات كل القرية حسب الاحتياجات طيب في برضو نقطة مهمة جدا يعني حتى القرى اللي بتكون أكثر احتياجا أو القرى المدرجة ضمن قائمة بيبقى فيها برضو جمعيات أهلية صغيرة عندها معلومات عن الناس اللي عايشة هناك يمكن كمان بشكل كبير يساعد بالعكس يساعدكم كمان في فكرة قاعدة البيانات هل بيتم التوصل معاهم ولا القفلة بتنزل قرية معينة بعينها وبيتم التعامل منها للمواطنين بتحصل ازاي؟ أليس التعامل نفسها شكرا المجتمع المدني منقسم فيه جماعيات فيه جماعات قاعدية الجماعات القاعدية هي روح الشارع المصري هي حلقة الوصل الأساسية إن هي الأقرب للمواطن الجماعيات بيتم التعامل مع جماعات القاعدية أنها بتقوم بحصر الحالات واللي بتقدم الحالات الأكثر احتياجا ويتم التعاون معها على الأرض ما ينفعش جمعية تنزل في محافظة وهي مش عارفة النجوة والكرة فلازم يكون في جمعية قاعدية في النجوة والكرة بتوفر لك سبل التعاون مع المواطن ويتوفر لك الداتا الحقيقية لعدد المستفيد تبديل بتتواصل معكم ولا حضراتكم اللي بتتواصلوا معكم؟ لا هم اللي بتواصلوا طيب عظيم جدا احنا لما بننزل القرية مثلا وليكن لقينا في اسرة في احتياج لكل حاجة في احتياج الكشف بيتم تقديم الدعم الكامل كل الدعم محتاجين بطاطين محتاجين سكن محتاجين اي نوع من انواع الدعم محتاجين تمكين اقتصادي بيتم تقديم كل اوجه الدعم محتاجين الاسرة مستحكة اه يعني مش الاسرة مسلا لا لا مش نازل اوزع بطاطين في قديقة البطانية وامسي لا 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 خالص انت وارد جدا تلاقي اسرة محتاجة تدعلك عنفة الدولة اه طبعا اهو الهدف مش انك انت مش بتقدم خدمة وتمشي لا انت نازل تغير في حياة المواطن ده انت نازل تخلي المواطن يبقى تدعم احساس المواطنة جواه فانا استحالة لان اروح اصيب له جزء هو محتاجه دلوقتي وفيه اجزاء تانية غيبة كده هو مش هيوصل ابدا لحالة الرضا لكن انا نهاردة لما انزل للمواطن لقيت البيت بتاعه متهالك عندي تدخلات لبناء سكن كريم نهاردة لقيت المواطن ده محتاج دخل ثابت وعنده القدرة انه يشتغل بشوف ايه المشروع المناسب بيه واقدر اخلق له فرصة عمل يقدر يدخل بيها دخل احنا عندنا مثلا في الصمع الخير مراكب رزق وبضرب النقم بها مراكب الصيادين بتخلق فرصة عمل وبتشتغل على الايكو سيستم كامل بنوفر له درجة احنا ممكن نوفر له عقود مع الفنادق ومع الاماكن ياخد منه يشتري منه وبنعمله تلاجة تحفظ فانت بتشتغل على سلاسل امداد متكاملة وبتدمج الشخص ده عشان يبقى فيه تمكين حقيقية فعليا بيحصل سوى كان تمكين اجتماعي او تمكين اجتماعي وميبقاش متواصل المساعدة بعد كده اه طبعا هو ده الهدف الرئيسي انت مش عايز تدي مسكنات عايز تنجح وتتقدم انفعش تدي مسكنا النهاردة انا نزلت قرية لو هعمل بنية تحتية من غير مطور فكر البناء ادم اللي بيستخدمها البنية التحتية تتأكل كمان خمس سنين لكن لما انزل اشتغل على البنية التحتية واشتغل على الانسان نفسه وعلى الفكر وعلى الوعي واشتغل على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل هتلاقي ان الدائرة والمنظومة كلها اكتمل فهتلاقي نفس الشخص ده عارف اهمية الطريق اللي تم رصفه ان هو بيوفر له الوقت والمسافة لما بيروح لمصنعه او لشركته النهاردة بتلاقي نفس الشخص ده لما يروح مصنعه وشركته عارف ان هو لازم يحفظ على تيرشد الطاقة ويرشد الكهرب ان هي لو مش موجودة انتاجه هيقل فهي كلها عملية مرتبطة مع بعض بتبدو بسيطة كاجزاء صغيرة منفصلة لكن لما بتجمعها في صورة كاملة لا الاصر التماء والطاقة عظيم طبعا اكيد طيب انت رقم من نقطة بالحضرتك تحدثت عنها هي فكرة الدعم الكامل الدعم الكامل يعني لطيف جدا ان احنا اقدم خدمات متكاملة زي ما حضرتك قلت تمكين اقتصادي خدمات صحية تأهيل منازل كل دارة طيب جدا بس كمان في نقطة مهمة جدا فكرة المتابعة طبعا اي ادارة اي ادارة في الدنيا هي عبارة عن اعداد مشروع ومتابعة المشروع وتقييم المشروع التلات خطوات دول لو ما تموش بالتوازي يبقى فيه خلال هيحصل النهاردة اساس النجاح على الارض اللي بيحصل دلوقتي واحد عملية الحصر وجمع البيانات والداتا انك توصل للشخص المستحق في علاجه صحيح اتنين كياس الاصر النهاردة نزلت عملية الداخلات متكاملة الشخص ده ايه نتائج اه وفرت له علاج وفرت له بطانية وفرت له ستر وعافية لكل أوجه الحياة اللي هو محتاجها طب النتائج دي ايه الاصر الخاص بيها هل ده حسن من حياته هل خلّى الشخص ده انتجيته تزيد هل خلّى الشخص ده تفكيره يتغير ده هنا حصل الاصر يتم متابعة الشخص ده لحد ما بيبقى كائن منتج فبيطلع برّ دايرة الفقر والعوز لدايرة الانتاج بالعكس ده هو بيساعدك بيتحول لمتطوع في الأنشطة والأكتيفتي اللي انت بتعملها على الأرض بعد كده فالدايرة بدون تقييم ومتابعة هتوقف فالتقييم ومتابعة دول عنصر أصيل وأساسي في العمل المنظوم وجانب آخر من العمل التوعية هذه نقطة مهمة جدا هل عندنا مبادرات بتوعنا بالتوعية؟ في كل الموادرات اللي بتحصل بيتم فيه جانب من المتوعين بيقوم بالتوعية ان التوعية جزء أصيل في الصحة انت محتاج تواعي بأساليب الغذاء السليمة في السكن الكريم تبتاك تواعي انا هتخفف من علاية الضغط كمان انا لما وعيه بأساليب الغذاء السليمة مش هيتعب هتخفف علاية الضغط في ان انا المرة الجالة ما هنزله مش بموادرة طبية مثلا مش بقافلة طبية دي حقيقة انت هتلاقي مثلا محافظات نسبة التقزم والأنيميا زيادة جدا بتبقى نتيجة مش نتيجة نقص المواردة ولا فقر أكل لا خالص هو سوق تغذية وسوق نظام غذائي بتلاقي في محافظات عندها الأفوكاتو بيأكلوه كده عادي جدا من الغيط يعني ليهم على طول متوفر وهو ما عافش قيمته الغذائية هم بيحتاجين ايه تقعد مع الأم من المنبع تقعد معها تفاحمها تقول لها انتي القدر ده من الحجوب دي مثلا فول أو عاتس أو أو قيمتها الغذائية X ده قيمته الغذائية Y ده قيمته الغذائية كذا ده قيمته الغذائية كذا فبيبدأ الوعي يبدأ من الأسرة فتبدأ تتعلم في طفل التاني بيطلع سليم التالت خلاص طالع متعافي واحنا بنتولى بقى ان ده يكمل ان بتلاقي نسبة تصرم رهيبة جدا من التعليم بسبب التقزم والأنيميا ان الطفل بيعت في فاصل مش مركز فلما بتقدي على ده يعني عكس معك على مؤشر التعليم ومؤشر التصرم فهي دائرة متكاملة ببعض يعني طيب اخينا يا سيد حسن هل ممكن يعني نعرف ايه القوافل اللي جاية بعد قفلة المعصرة هي الخريطة اللي شغالة بيها ستر وعافية متوقع البشرقية ومتوقع الايوبية ومتوقع مارسة مطروح الشغلة هيتم في الكرة الأكثر احتياجا تبيع المبادرة الرئاسية حياة كريمة قصلا هي مدغفر فيها الدهتابيز أو الاسر الحصر الكامل يعني ديها الحاجة التانية والأهم ان احنا محتاجين الفترة الجاية دي بقى نكسف حالة التلاحب والتكاتف الشعبي بالنسبة لنا يعني للمواطن المصري عشان ان شاء الله نعدي شهر موضان ده بكل خير يعني بإذن الله رب العالمين نشكر حالك شكرا جزيلا شرفتنا سي جدا نزوا حضريتك شكرا عروض تحالف الوطني للعامل الأهلي التنموي ألف شكر لك شكرا جدا شكرا لكم